الاول تطبيق ثالث هذا التطبيق وارد في كتب القوم لا في كتبنا خس لعله هماتنا بالتتبع لعله موجود في كتبه لكنه في كتبهم وارد بشكل واضح وصريح وصحيح ايضا وهو انه هل يجوز اذا كانت عندي ارض مولانا ان اجرها تارة انا اذهب وازرع ارضي مولانا فلاح ويزرع ارضه مالك للارض هلس اما مالك لرقبتها اما حق اما باي اما هو يزرعها اذا هو مالد يزرعها يؤجرها ماذا لاخر هل يحق له او لا يحق نعم ضمن القواعد الاولية انه ماذا لا اشكال في انه سواء اراد ان يزرعها او اراد ماذا ان يؤجرها للاخرين لكن انظروا ماذا ورد في هذا الباب في كتاب المصنف لابن ابي شيبة اللي هي بتحقيق محمد عوامة هناك في المجلد الحادي عشر صفحة مئة وثلاثين من الكتاب هذه الرواية الاولى الواردة الرواية عن رافع ابن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن امر كان لنا نافعا ذلك الامر الذي نهانا عنه كان نافعا ينفعنا ولكن مع ذلك رسول الله ماذا نهانا عنه نهانا اذا كانت لاحدنا ارض ان يعطيها ببعض خراجها يعني يؤجر هذه الارض الاخر ببعض خراجها بثلث او نصف قال ومن كانت له ارض فليزرعها اما هو يشتغل عليها او ليمنحها اخاه يعطيها منحة ماذا لاخيه يستطيع ان يأخذ في قبالها شيء او لا يحق له ذلك لا يحق ولذا نفس هذه الرواية وارد في صفحة مئة وستة وثلاثين ايضا من الكتاب اللي هناك يقول وهذا اسناد صحيح الرواية ايضا قال رسول الله من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام ماذا ولا بطعام مسمى هذه الرواية من الروايات الصحيحة كما قلنا هنا اللي يشير اليها ايضا الالباني في صحيحه سنن الترمذي المجلد الثاني صفحة ثمانية وتسعين اذا ان شاء الله تعالى فديوم اذا صار فدوقت لعلنا واقعا نشير انه يمكن الاستناد الى كتب القوم في مثل هذه المسائل او لا يمكن لان البعض غريب على ذهن انه اخر هذه الروايات واردة هناك شنو علاقتها بالروايات او بالمباني التي عندنا على الاحوال ان شاء الله اشيره الى ذلك الرواية قال نهانا رسول الله عن امر كان نافع الى ان يقول صحيح الرواية الف وثلاثمائة واربعة وثمانين السؤال هذا النهي يا نهي ملا على فرض تمامية الروايات اسأل ان من رد نفترض انها صحيحة او لا اقل فرض انها صحيحة هذا يا نهي مولانا رسول الله واقعا انا صاحب الارض لا يحق لي ان ان اكري هذه الارض ان اؤجر هذه الارض يحق لي او لا يحق لي بمقتضى القواعد ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اقتصادنا في صفحة في صفحة سبعمائة وسبعة وعشرين تعليقته على هذه الروايات بهذا النحو يقول وحين ونحن حين نجمع بين قصة هذا النهي واتفاق الفقهاء على عدم حرمة كراء الارض في الشريعة بصورة عامة ونضيف الى ذلك نصوص كثيرة واردة عن الصحابة تدل على جواز اجارة الارض نخرج بتفسير معين للنص الوارد في خبر ابن خديج وهو ان النهي كان صادرا من النبي بوصفه ولي الامر وليس حكما شرعيا عاما فإجارة الارض بوصفها عملا من الاعمال المباحة بطبيعتها يمكن للنبي بمقتضى قاعدة ماذا ملء قاعدة الفراغ الفراغ